حذر النائب عن محافظة نينوى قصي عباس من مخطط يسعى ذلك المخطط إلى إنشاء وحدات إدارية جديدة في سهل نينوى تقوم على أسس عرقية وطائفية مؤكدا أن تلك المنطقة هي عراق مصغر وتسودها الألف بين جميع مكوناتها هناك بعض من السياسيين وبعض رجال الدين يعملون بين الحين والآخر لإثارة النعرات في هذه المنطقة وإثارة المشاكل وآخرها كان موضوع تدخلهم لدى وزارة التخطيط من أجل استحداث وحدات إدارية على أساس عرقية وطائفية وهذا مخالف للدستور العراقي وأيضا سيسبب الشرخ ويسبب عدم استقرار لهذه المنطقة وسيخلق نوع من النزاعات بين أبناء هذه المكونات لأن نحن معا استحداث وحدات إدارية لكن أن لا يكون على أساس عرقي أو طائفي أن يكون على أساس إداري وعلى أساس تنمية هذه المناطق وخلق فرص عمل وأيضا تهيت الأراضي لتوزيعها على المواطنين